بقدر ما كان رحيل المخرج السوري حاتم علي صادما ومفاجئا لجمهوره فنوقع كالصائق على أصدقائه وزملائه في سوريا والعالم العربي الوفاة جاءت تتعرضه لأزمة قلبية حادة في أحد فنادق القاهرة حيث كان يقيم رحل حاتم علي الملقب بمخرج الرواء تاركا خلفه إرثا دراميا تاريخيا يصعب تكراره عمال دراميا بارزة قام بإخراجها كزير سالم سقر قريش ربيع قرطبة ملوك الطواف الملك فاروق والفاروق عمر وغيرها إضافة لكوني مخرجا شهيرا شارك أيضا في التمثيل في عدد كبير من المسلسلات وآخر ظهور له كان في مسلسل تحت الأرض عام 2013 لنتابع هذا المشهد من المسلسل أراحل نعته نقابة المهن التمثيلية في كل من مصر وسوريا كما نعه عدد من نجوم الوسط الفني عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المخرجة السورية ليث حج كتب يقول لم يرضى هذا العام أن ينتهي من دون أن يعصر قلوبنا وارواحنا بالحزن على فراق الأحبة الأستاذ والصديق والشريك حاتم علي لروحك سلام خالص العزاء لعائلتك ولكل أحبتك في هذا العالم ولن الصبر على هذا الفراق الأليم أما الفنان أيمن زيدان فكتب يقول يا لهذا الرحيل الموجة أما سأمت أيها الموت من خطف الأحبة حاتم رحيلك أوجع من كلمات الدنيا تغريدة أخرى من باسم ياخور ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده تاركا في قلوب كثيرين غصة وابداعات لن تنسى منشور مؤثر آخر كتبه الفنان السوري باس الخياط على صفحتي في أنستجرام حيث كتب قائلا أحلامك كبيرة يا حبيبي لمن تركتها ومشيت سأفتقدني فيك سأفتقدك يا حبيبي رحلت ووالدي في نفس العام كان والدي يقولي إذا كنت مع حاتم فأنا مطمئن رحلت يا أستاذي رحل حاتم يا والدي رحلتما فماذا تركتما وراءكما ترجمة نانسي قنقر